السلام عليكم هذا المثال الثالث على استخدام ركن الحسابات في تطبيق بدسكيد واليدة تكفي الستين من عمرها تزن سبعين كيلو جراما مصابة بالسكري وتتناول عدة أدوية فحوصات سكر الدم كالتالي السكر الصيامي مية وخمس وسبعين السكر بعد تناول الوجبة بساعتين ميتين وخمس وخمسين ميجرام بير ديسي ليتر في آخر فحص لوظيفة الكلية قبل أسبوع كانت النتيجة أن السيرم كرياتين يساوي 2.2 ميجرام بير ديسي ليتر يرغب الطبيب في إضافة جانوفيا على أدوية والدتك والسؤال الأول كم تتوقع أن يكون السكر التراكمي HBA1C لدى والدتك هل يمكننا حساب ذلك من الميدسكيب؟ نعم طبعا هو سكر التراكمي ينقاس في المختبر لكن ممكن نحصل على رقم تقريبي تقديري نروح على كالكوليترز مرة أخرى بنكتب عبارة مفتاحية مثلا جلوكوز بيطلع عندنا حساب السكر التراكمي من متوسط السكر في البلازمة المتوسط كيفية حسابه تتباين بين موقع وموقع لكن يمكن أن نعتبرها مساوية للمتوسط الحسابي ببساطة fasting زائد بوس برينديل على 2 أذكركم الفاستين كان 175 بوس برينديل 255 المتوسط الحسابي 215 نكتب هنا 215 فالHBA1C تساوي 8.2 مرتفع بعض الشيء ولذلك قرر الطبيب أن يضيف جنوبيا طيب إذن عرفنا كم سكر التراكمي تقريبا الآن سؤال الثاني ما هي الجرعة المناسبة من جنوبيا لوالدتك برضو نروح على ميدسكيب نخرج من ركن التطبيقات إلى المعلومات الدوائية العامة نكتب هنا جنوبيا أو سيتاغليبتين الاسم العلمي نختار يقول لنا هذه التركيز الموجودة من جنوبيا أو الكميات الموجودة في التابلت لعلاج تاكتو ديبيتس ميليتس الجرعة المناسبة 100 ميلي جرام عن طريق الفم يوميا لكن لاحظ أنه إذا كان هناك إعاقة في وظيفة الكليارين الامبيرمنت فعلينا أن نقلل الجرعة إذا كان كرياتينيني كليرنس أكثر من 50 ميلي بير منت لا داعي للتعديل الجرعة أما إذا كان كرياتينيني كليرنس 30 إلى 50 ميلي بير منت فبنزل الجرعة للنصف 50 ميلي جرام يوميا وهكذا طيب نحن ليس عندنا في السؤال أي معلومة عن كرياتينيني كليرنس لكن عندنا معلومة عن سيرم كرياتينين لدى والدتك 2.2 ميلي جرام بير ديسي ليتر ونحن نعلم أن هناك علاقة بين السيرم كرياتينين والكرياتيني كليرنس يتناسبان تناسبا عكسيا طيب هل يمكنني أن أحسب كرياتيني كليرنس من السيرم كرياتينين؟ نعم نرجع إلى الميدسكيب نذهب إلى ركن كالكوليترز نكتب عبارة أو كلمة كرياتينين بتلاندن عدة خيارات اختر الخيار الثاني هو الذي يناسبنا عادة الخيار الثاني لاحظ أننا نتكلم عن فيميل وليس ميل مهم أن تلاحظ هذه المسألة فيميل العمر قلنا ستون عاما سيرم كرياتينين قلنا 2.2 الوزن سابعون كيلو جراما نتأكد من المعلومات فيميل سكسيز او بايج و2.2 سيرم كرياتينين والوزن سابعون كيلو جراما كرياتيني كليرنس ثيرتي ميل بير منت إذن نعم نحتاج إلى تخفيض جرعة الجنوفيا في هذه الحالة إلى 50 ميلي جرام يوميا وحتى لو كانت أقل بقليل كرياتينيني كليرنس سنحتاج أيضا تخفيضها المزيد وبالتالي استفدنا من تطبيق الميدسكيب في معرفة رقم تقديري للسكر التراكمي وكذلك في حساب الكرياتينيني كليرنس لغاية تعديل جرعة الأدوية التي تحتاج أن نغير جرعتها إذا كان هناك تدني في وظيفة الكليا